تعد إدارة الأرصاد الجوية من القطاعات الحيوية التي تخدم عدة جهات هامة في مملكة البحرين من خلال عملها على مدار الساعة نعم ريم كما تحظى أيضا بمتابعة كبيرة من مختلف فئات المجتمع الزميلة شوق العثمان زارت الإدارة لنتعرف معها على آلية عملها تغيرات تطرأ على الطقس في كل يوم هذه التغيرات تصل إلينا عبر أجهزتنا الذكية قبل أن نبدأ يومنا بكل سهولة ولكنها في الحقيقة تحتاج إلى ساعات عمل مستمرة على مدار الساعة يعمل منتسب إدارة الأرصاد الجوية بتناغم لرصد الأحوال الجوية ومتابعة حالة الطقس من خلال مراقبة العناصر الهمة التي تسهم في خلق الجو العام الخاص بالمملكة هذا وتهدف إدارة الأرصاد الجوية إلى تحسين دقة وخدمات التنبؤات الجوية وتوفير التحذيرات المبكرة وتعد نقطة تعزيز القدرة الوطنية على مواجهة التغير المناخي من أهم هذه الأهداف التنبؤ تتم في قسم العمليات بصورة دورية كل 24 ساعة يكون هناك متنبؤين جويين وخصائيين ندرس الغلاف الجوي بحيث أننا ندرس الخرائط السطحية والعلوية بالإضافة إلى تحليل خرائط الطقس السطحية لنطلع بصورة كاملة عن الطقس شنو المتغيرات التي ستحدث في الطقس خلال 24 ساعة فبالتالي نصدر تحذيراتنا لو في تحذيرات أمطار رعدية هبوات قوية لو في مثلا حالة جوية يائية مثلا من الغرب إلى الشارق فندرس الحالة الغلاف الجوي ككل نحن في إدارة الأرصاد الجوية نرصد حالة الطقس مرتين في الساعة أي كل نصف ساعة نسوي رصد جوية أهم عناصر الطقس التي نرسله إلى الملاحة الجوية هي اتجاه الرياح وسرعة الرياح ودرجات الحرارة والضغط الجوي والقيوم سوى ارتفاع القيوم أو كمية القيوم أو نوع القيوم جهود كبيرة تقوم بها الفرق المتناوبة في هذه الإدارة لدعم القطاعات الحيوية في مملكة البحرين ومن أهمها قطاع النقل الجوي من خلال الرصد الدقيق لحالة الطقس وتزويد العاملين بآخر ما توصلت له التكنولوجيا لاستخلاص المعلومات بكل احترافية كما ترفج هذه الإدارة الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدماتها المتخصصة والتجارية لقطاعات مختلفة تقوم إدارة الأصال الجوية بتوفير معلومات أو خدمات لعدة جهات تتعلق بالأحوال الجوية على سبيل المثال شؤون الطيران المدني المؤسسات الحكومية القطاع البحري الطيران العسكري بالإضافة إلى الجمهور الكريم طبعا تختلف نوعية المعلومات اللي نقدمها من جهة لأخرى في بعض الجهات تطلب معلومات آنية تكون تتعلق بالطقس الحالي الحين مثلا وفي بعض الجهات تطلب تنبؤات أو معلومات تكون مستقبلية قد تمتد من عدة ساعات إلى عدة أيام وفي بعض الجهات الأخرى تطلب معلومات مناخية تاريخية تكون سابقة لما نقول تاريخية ليس بالضروري أن تكون تعود لسنوات رغم أن البحرين تمتلك قعدة بيانات تمتد إلى 1902 لكن المعلومات التي قد توفر لبعض الجهات قد تكون لعدة أيام سابقة إلى عدة سنوات متابعة كبيرة للأحوال الجوية من قبل كل فئات المجتمع تؤكد الثقة الكبيرة لهذه الإدارة التي دأبت على نشر المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة عبر عدة قنوات واستحقت الثقة المتبادلة دراسات متعددة في إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة التغيرات الطارئة على حالة الطقس وأجهزة متنوعة لقياس هذه الحالة لتكوين قاعدة صلبة من المعلومات التي من شأنها الحفاظ على سلامة القاطنين على أرض مملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين